مكافحة الإرهاب في سوريا باتت عنواناً رئيسياً في العلاقات الأمريكية الروسية حيث سيضع هذا الملف مصداقية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المحك في ضوء تصريحاته الإيجابية حول العلاقة مع موسكو التي تحارب الإرهاب بفاعلية إلى جانب الجيش العربي السوري فيتالينا عومكين رئيس معهد الاستشراق في موسكو مستشار المبعوث الأممي إلى سوريا أكد أن التعاون بين موسكو وواشنطن في مجال مكافحة الإرهاب أمراً لا مفر منه وسيتم عاجلاً أم أجلاً مشيراً إلى أن الجميع بانتظار أن يكشف ترامب عن موقفه من التسوية في سوريا وذلك بعد لقائه المرتقب مع الرئيس الروسي فلادي مربوتين أو خلال اجتماع مجموعة العشرين نعومكين شدد على أن ترامب ينوي التعاون مع روسيا ومع كل من يحارب الإرهاب ولكن السؤال إذا ما كان ترامب مستعداً للتعاون مع الحكومة السورية والجيش السوري الذين يحاربان الإرهاب نعومكين الذي يتابع منذ سنوات الملف السوري تحدث في لقاء تلفزيوني مطول عن أهمية تحرير مدينة تدمر التاريخية من الإرهاب وأشار إلى أهمية اجتماع أستنى الذي ثبت اتفاق وقف الأعمال القتلية ومهد الطريق للحوار السوري السوري اجتماع مجلس الأمن الدولي لمناقشة نتائج اجتماع أستنى التي أكدت على الالتزام بالسيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية وعلى الحل السياسي للأزمة سيكون أول اختبار لإدارة ترامب وللدول التي تسعى لتعويم جبهة النصر الإرهابية فيما إذا كانت ستدعم مسار أستنى الذي يعتبره نعومك مسارا هاما وحيويا متوقعا أن يكون هناك أستنى 2 و3 إلا أن المشكلة التي بقيت دون حلول كما يرى رئيس معهد الاستشراق هي تمزق المعارضة وإذا ما كانت ستشارك في جينيف المقبل أواخر شباط بوفد وحدة أم بعدة وفود